دكتورة ليلة اسكندر أهلا وسهلا بحضرتك معنا أهلا بك دكتورة دورية أهلا بك وأنا الحقيقة هبتدي من بدري شوية يعني حضرتك السعادية من المينيا دخلت كلية الاقتصاد والعلمين سياسية قسم اقتصاد سافرتي إلى أمريكا ثم عودتي إلى مصر باهتمامات كثيرة جدا فيما يخص بالتحديد موضوع البيئة ما هذه الرحلة يعني؟ هو الاهتمام جيب الصدفة عن طريق نداء في الكنيسة الأسيس بتاعي قال عايزين متطوعين يعلموا أطفال بيجمعوا القمامة علشان يعرفوا الأبجادية القراءة وكان أياميها بنتي في لسه داخل حضانة وعندي شوية وقت فاضي قلت أتطوع سنة وبعد كده أكمل مشواري المهني واستمر بقى 40 سنة منذ ذلك الوقت طيب في أمريكا درستي حاجة أو كان لك اهتمام بشيء ما في أمريكا درست تعليم اللهجة المصرية كلغة تانية للأمريكان موضوع غريب شوية اللهجة المصرية لها قواعد وناس كتير بتقبل عليها عشان تتعلمها اسمها كايرو كولوكيو الأربك يعني العمية المصرية العمية المصرية ولها يعني كتب وأسادزة وكورسات وإقبال كنت في فترة وزيرة للبيئة ثم في فترة أخرى وزيرة للتطوير الحضري والعشوائيات إيه اللي اختلف لأنه هما الاثنين كانوا وراء بعض يعني هل هي اختلاف تسمية أم اهتمام؟ هو موضوع القمامة كصنف معين مجال معين للبيئة مرتبط بالعشوائيات لأنه في بلاد الاقتصاد الناشئ زي بلادنا بيتم كتير من عمليات قاعدة التدوير والتصنيف في عشوائيات فكان بطبيعة العمل في مجال المخلفات الصلبة طبعا درسته بعد كده مش بس يعني رحت درست محومي في مجال ابتديت ألف في عشوائيات كتير في مصر عن طريق اهتميت حبيت أعرف الناس اللي عايشة إزاي وليه بنوا مخالف وإزاي المرافق بتدخلوا وبيقدوا حاجتهم طلباتهم إزاي وبيشتغلوا إيه لو كده فتعلمت حاجات كتير وبقيت بحضر مؤتمرات علشان أفهم الأصول النظرية بتاعت الموضوع طب واهتمامك هل بدأ بمنطقة معينة ولا هو بالصدفة بدأ بمنشية ناصر بسبب أنه هناك كان موضوع البيئة المخلفات الصلبة ولكن انتشر بقى كده بعد كده بيت بروح كتير عايز بتخير الله وبطن البقرة والمرج وعايز بتناخل والمعتمدية والبراجيل يعني عشان كده لما دولة رئيس الوزراء قال لي تقدري تمسكي ملفز كده قلت له آه ده موضوع أنا عايشاه بقالي زمان ودرست فيه شوية يعني هذا هو المتعلق بفكرة التطوير الحضري أيوة لأنه لما بيبقى فيه غياب للتخطيط الحضري يعني المدن السليم الناس في كل حتة في العالم بتتعدى على الأراضي بتبني الروحة لأنه لو تقرني تكليف تكليف بناء منزل في عشوائية بتلاتين ألف جنيه من عشر سنين ونهارده علشان يسكن قانوني لازم ياخد شقة بمثلا خمسمائة ألف أو لو حتى بناء فرق كبير جدا فالناس بتستثل ما عندهاش إمكانيات وبعدين فيه غياب بقى للرقابة دلوقتي الموضوع اختلف تماما فيه حاجات متوفرة أكتر وفيه بالإيجار مهمة قوي الإيجار علشان مش كل الناس تقدر تشتري لكن فكرة أنه إزاي الموضوع ده توغل وانتشر كان مهم أن الواحد يدرسه ويفهمه في هذه الفترة كان اهتمام حضرتك بما يسمى العمل التطوعي أولا نقول يعني إيه عمل تطوعي يعني تستخدمي كل الحاجات اللي انت شطرة فيها ولو بتشتغلي بفلوس فيها استخدميها من غير أجر مش الخير اللي هو منوزع بطاطين ولحمة وده مطلوب لكن أقصد كل واحد فينا تعلم والبلد دي عطتنا كتير وضفنا عليها تعليم زيادة ما مش معقول ان احنا نبقى بس بنجري على أسرنا وحياتنا الديقة ديقة قوي الحكاية دي فدي حاجة برضو بتحطها فينا الأسرة والكنيسة الحقيقة لازم أقول انه في تنشئة معينة بتقولك وانتو خارجين امضوا بسلام وعملوا اتعابوا للناس يعني أنا بتهايلي طبعا جميع الأديان تدعو لهذا التعاون بين بني البشر أكيد بس أقصد في الحتة المهنية بتاعتك علشان ما يبقاش علشان تبني الإنسان لأن التنمية اللي أنا دخلت فيها بعد كده هي عبارة عن إزاي المجتمع المدني يقدر يتعامل مع المجتمعات المحلية الزغيرة ويبنيها من القعدة يتشاور معاهم ويسألهم إيه اللي انتو شاطرين فيه محتاجين إيه وننظم روحنا إزاي في إيه اللي ممكن أجهزة الدولة تعمله وفي حاجات احنا نقدر نعملها وتبتدي تنظم المجتمع المحلي هي التنمية اسمها كده من القعدة أنه يبادر من نفسه ويعمل حاجات لنفسه فالموضوع ده ده علم اسمه التنمية كان موضوع دراستي في أمريكا لكن ممكن أعتقد أن الواحد يعني يعني يشترك فيه حتى لو مدرس أي حد ممكن يشترك فيه ريتل لأنه فيه احتياج جامد جدا وفيه شباب مصري دلوقتي بتدت ترجع شوية نزعة الرغبة في التطوع في التمانينات لما أنا بتديت أما رجعت مصر كانت الجامعيات الأهلية قوية جدا ونشيطة جدا وكان فيه مجال للتطوع جامد جدا ترجمة نانسي قنقر